السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه يا جماعة انا النهاردة جاي اكلمكو على تجربة شخصية مغيرة بالنسبة لي تجربة بناية البيت بتاعنا بناية البيت بناية بيتي وهقولكو على تجربة بيوت برضو ولاد عمي جنبي هنا في نفس المكان ماشي احنا البيت بتاع يعني البيت يقعد كم سنة البيت المفروض يقعد خمسمائة سنة ممكن يقعد اكتر من خمسمائة سنة يعني البيت ما يتبنى المفروض يقعد مدة مدة كبيرة مدة اكبر يعني من خمسمائة سنة فيها يعني ويبقى طراز بقى المهم احنا بيتنا ده اصلا اساسا معمول سنة 67 اللي هو الاساس بتاع البيت وتبنى دور وكان بيت العيلة جدي موجود فيه ومامي وابويا وكلنا موجودين فيه فالمهم البيت ده اخدناه احنا بقى بعد ما العيلة كل واحد اخد حقه المهم جينا احنا غلطنا بقى الكارثة الكبيرة بقى ايه هي الكارثة ان احنا جينا في الدور الاولاني عايزين نصبب بعض التاع الدور الاولاني فهدينا البيت لغاية الشبابيك متخيل معي الدور الاولاني هدينا البيت لغاية الشبابيك شفت المشكلة اللي احنا وسبنا الحلقان بتاع الشبابيك راجبة وقمنا راحين طلعين تاني طلعين بقى عاملين كم سطر بالطوب كده وطلعنا علي البيت والبيت طبعا مبني بالطوبة المسلسة ده اكبر مصيبة الطوبة المسلسة ده كارثة كبيرة جدا الطوبة المسلسة اللي ما اعرفش هي بالاسمنت والجبس والجير تقريبا وروايات كده وقصص قمة الغباء في البنائي انا بتكلم طبعا بالبلد يا جماعة افيش واحد مهندس يطلع يقول لي انت بتتكلم كده غلط انا بتكلم على تجربة شخصية حصلته المهم يا جماعة رحنا جينا هدينا وصلنا للبيت وعملنا الصبة الاولانية ده قول المصاريف بقى الضخمة مصاريف ما لا حصل لها البيت على تقريبا على ثلاثة قريط ونص او اربعة قريط بنينا طلعنا بالصبة الاولاني وبعدين عايزين نعمل شواء قلية انا واخويا نتجوز عملنا الصبة التانية بنينا الدور التاني وبنينا الصبة التانية وبنينا وعلينا وزبطنا وصرفنا الافات مؤلفة وصرفنا الافات مؤلفة في البيت طبعا انا اقول لكم البيت ما بنى على طوبة ونص من الطوب القديم الطوبة اللي هي فوق 30 سنتي تقريبا الطوبة ونص يعني قدي كده بالزبط كده زي ايدي كده بالزبط مش بالوقتي بيبنوا على طوبة او على نص طوبة لا هي مبنى على طوبة ونص اي وجينا في الاول كده عملنا شوية عمويد ايجي 7-8 عمويد هم اعتقد ان هم اللي شايلين البيت لغاية اليومين هزا فدي كارثة من الكوارث الكوارث زي اي كارثة كارثة المباني دي وتغلطة المباني زي ما بقوله دي كارثة وعملنا كهربا يعتبر كهربا سيئة جدا انا عدت على كهربا تاني السباكة تعتبر سيئة برضو انا عدت على اجزاء كتير جدا من السباكة ومن الصرف ومن الكلام ده كله انا عملت هنا تاني بعد يعني بعد 15 سنة مثلا من جوازي الكهربا اللقم بتاع البغايز بايزة كلها غيرتها الضفيرة اللي كانت جاية من الكهربا ونزلة على الكهربا انا عملت ضفيرة جديدة كلفتني رقم رقم وقدر يعني مبلغ كبير جدا كان ايامها كانت الحاجات ده بعد 10-15 سنة من الاستهلاك يبوز الحاجات دي انا بقى الوقتي ايه المشكلة بقى في كل الكلام ده المشكلة اللي انت ما تعرفش تحط طوبة على البد مع ان انا مفروض ان انا في مكان على النيل هنا المفروض ان انا اطلع مسلا بسبعة دوار ولا تمنط دوار واعمل عمارة او برج كويس انا ما عرفش حط طوبة حقيقي ما عرفش حط طوبة يعني لو حد لو انت عندك عائلة عايز يتجوز ولا عايز يعمل مش تعرف تطلع اصلا عليه بطوبة واحد وشوف انت تنصرف تقدي يعني كان الفرق كله الفرق كله كان ايام الفترة دي كان عشر خمستاشر الف وكانوا موجودين ان انت كنت تتهد وتطلع بعمويد وبخرصانات ميتة على الارض وبعدين تطلع بشبكة شبكة حلوة وتعمل عمويد حلوة على اساس ان انت تطلع ببيت يحترمك ويحترم ملادك واحفادك النهاردة البيت النهاردة يعني كويس ان هو ان انا عايش فيه اه هو انا عايش فيه كويس انما انا ولادي ما استفدوش منه بنتي مش هتستفد منه ما يستفد منه ايه كارضية بس انما كبيت لا مشروع فاشل وانا دي تجربة انا مش عارف انا اختصرت لان طبعا فيه تفاصيل كتير جدا في الموضوع وفي الفترة دي انا كان فيه ناس معارضة قالوا يا جماعة هدوا البيت وناس انا مش هاعد اقول ان انا انا بقول انها غلطتنا وخلاص هي غلطتنا ان احنا عملنا البيت بالشكل دي واتمنى ان اخويا يسمع الفيديو دي انت النهاردة عملت المنزر دي وكان فيه عم جلال الله يرحمه قال هدوا البيت يا جماعة مسؤولين هم اللي عملوا البيت بالشكل اللي احنا شايفينه بالشكل ده بيت كبير وبيت يعتبر كان قصر وانت تقعد ترمم فيه بالشكل ده المفروض ان انت كنت اطلقت ببرج ببرج عظيم يشيلك وما يهناكش وتعمل فيه اللي انت عاوزه وتهد وتعمل وتهد الحطة دي وتشيل الحطة دي بعد زي ما انت عاوز وكان هيبقى حاجة كويسة جدا فدي تجربة اوعى ترمم اوعى تيجي تبني وترمم القديم بجديد خسارة فادح هد خالص اعمل سميلات عيش في الدور الاولاني يا اخ انا كنت اتجوز وقعد في الدور الاولاني مش لازم اقعد في الدور التاني مثلا لو ما فيش مقدرة لا والله كان فيه مقدرة والله كان فيه مقدرة ان انا اطلع برضو بهد الحاجات دي وكنا نعمل حاجات جديدة بعبويد وبجراجات وبمخازن تحت وحاجة جميلة جدا كانت الناس كان زمان وضع مختلف كان زمانك الوقتي اكنك اشتغل صروة بالمبالغ اللي انت دفعتها اصلا انت دفعتها انت دفعتها في بناية البيت نفسه نفس المشكلة عندي ولاد عمي ولاد عمي بقى بنيين بطريقة اه بنيين بناء جديد عم جلال الله الرحمه ولاد عم عبد الرب بنيين بنفس بس 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 ذول بقى ايه جايين من الجدر وما بنوش عمويد ولا عملوا ارضية حصيرة خار الصناعة طبعا الناس اللي فهمها في البناء فهم مني ولا عملوا عمويد ولا عملوا شبكة ولا عملوا ايه عاج عملين فحروا داير كده ورسمة البيت وطلعوا بالبيت اه ولاد عمي انه اردى عندهم عيال عايزين يتجوزوا ما يعرفوش انهم يتجوزوا ولا يعرفو يتجوزوا ولادهم في قلب البيت ده ما يعرفوش يحطوا طوبة فوق الدور التاني انا جيت في الغلطة دي بقى انا عملت الغلطة دي مع فتح ابن عمي فتح اللي انتو بتشوفوه في الفيديوهات عملت له بيت بقى حطيت في كمية خرصنات في الارضية لما الناس كلها بقتولي انت بتعملوا ايه الناس وانت بتتكلم في الملكش فيه ليه انت شعرفك بالظروف اللي انا فيها البيت عندي هنا يشيل 11 أرضو والله العظيم 11 أرضو وانا بس انا بس انا بس انا باتمنى من الله انه يشكرني بس ويقول لي يا اخويا شكرا ان انت عملت له حاجة زيدي وكان الله يرحمه وخالي تعد واقف معانا لباش مهندس ساعة وقلت له يا باش مهندس انا مش عايز اغلط الغلطة اللي غلطتها في بيت انا غلطة غلطة كارثية اوعى اسمع الفيديو كويس واشوفوا من الاول للاخر التاني هتلاقيين انا ليه حق ولو انت جيت واغيتك البيت بتاعي انت هتزعل هتزعل عشاني ان انا لان انا صرفت الفلوس نفس الفلوس انا نفس الفلوس ويومها يومها كنا هنهد ونفحر نجيب كراكا ونفحر ونرمي شوية خارثة عن النظافة بقى البيت مبني بالطوبة المسلس المهندسين اللي يفهموا يعني ايه طوبة المسلس معرفش ايه ده انت راي تعمله دار ابن لوكمان ولا انت راي تحطه في المتحف المصري ليه كده بس انا الناس المسئولين عن المعامل ده انا مش اقول اسمعهم بقى عشان ما يزعلوش مني بس هو انا اعتبر انها غلطيتي انا شخصيا وده غلطة ربنا ما يوقعكم فيها لانها غلطة كارثية ان انت بتبني وبتصرف الفلوس ده كلها وما قدر تشتعمل المراد بتاعك وانك تقعد كده وتستمتع كده بالمبنى اللي انت عملته وصفت عليه نفس الفلوس لان انت مش كل يوم بتبني خلي بالك انت مش كل يوم بتبني انت بتبني كل 200-300 سنة المفروض اللي بيت يقعد 500 سنة بيتنا ده الاساس بتاعه مبني ب67 جينا احنا العمل ده عملنا في التسعيناء في اول التسعيناء عملنا العملة اللي هي الكارثية دي وانا من هنا اتمنى من الله ان انا كل وصلت لكم الفكرة فكرة ان انت تغلط في البناية تغلط في الاساس بتاع الكارثية غخرة تغلط في اساس المية المية اخطر حاجة في البيوت ان انت تستغطر بالمواثير وبالمركات بتاع المواثير بالصرف و بالمية اللي في قلب اللي في البيت بصفة عامة لان دي ممكن توقع البيت اصلا فانا لو انتم احتاجتوا اي مشهورة تانية هقول لكم خبرتي انا مش مهندس علشان اوعى واحد يطلع يقول لانا مهندس وبقول لك كانوا يغلطني في ايه ده دقيقة دي تجربة شخصية واشوفكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته